بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة صوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن نعم الله كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ومن نعم الله بل أعظم نعم الله عز وجل إرسال هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فحالة العرب قبل بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حالة الضياع بين الأمم ليس لهم كتاب فهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون وليس لهم دولة تجمعهم بل هم متفرقون إلى قبائل كل قبيلة تعتبر نفسها حاكمة فيما حولها ويتقاتلون فيما بينهم يغير بعضهم على بعض ويسبي بعضهم بعضا ولا تقروا لهم حال فيما بينهم فكيف بهم مع غيرهم من أمم الأرض وكانوا متفرقين بين الدول بين دولة الروم ودولة الفرس هل من حيث السياسة حيث الديانة بعضهم يدين باليهودية وبعضهم يدين بالنصرانية وبعضهم لا نصراني ليس نصرانيا ولا يهوديا وإنما يعبد الأشجار والأحجار والأوثان هكذا كانت حالتهم الدينية حالتهم الاقتصادية كانت حالة الضياع يأكلون يأكلون ما هبى ودب وما وقع في أيديهم من أموال غيرهم يأكلون الميتات والمحرمات وغير ذلك هذه حالتهم الاقتصادية وحالتهم الاجتماعية كما سمعتم حالة تنازع والتفرق والتقاتل والخوف كل يخاف حتى الأخ يخاف من أخيه فلما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم منهم من العرب من جرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام وكان الأنبياء في بني إسرائيل كلهم من ذرية إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام أما العرب فليس فيهم نبي منذ عهد أبيهم إسماعيل إلى أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل وجعله خاتماً للمرسلين وإماماً للناس أجمعين رسالته عامة إلى أن تقوم الساعة شريعته شاملة لمصالح العباد صالحة لكل زمان ومكان هذا أكبر النعم على هذه الأمة المحمدية ولهذا ذكرهم الله بقوله لقد منى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته من قبل ما يعرفون قرآن ولا يعرفون كتاب يتلو عليهم آياته ويزكيهم يطهرهم تزكي هنا التطهير طهرهم من الشرك طهرهم من الأخلاق السيئة من النجاسات المعنوية وهو ألم النجاسات الحسية ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة النبوية والفقه في دين الله عز وجل فأصبحوا أساتذة الدنيا بدل أن كانوا جهالاً أجلافاً أصبحوا سادة الدنيا في العلم والتعليم والفقه وسائر الأمور التي كانت الأمم قد استاثرت بها عنهم من قبل فتحوا المشارق والمغارب والمغارب بالدعوة والعلم والجهاد في سبيل الله حتى سقطت بأيديهم أكبر دولتين في وقتهم دولة الفرص ودولة الروم أصبحت المملكة الإسلامية تشمل المشارق والمغارب كما قال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فأظهره الله على الدين كله وصار ما بقي من الأديان خاضعاً لدين الإسلام يدفع أهله الجزية ويعيشون تحت حكم الإسلام هذه أكبر نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض عموماً وعلى العربي خصوصاً وأنزل عليه قوله تعالى وإنه لذكر لك يعني القرآن شرف ذكر يعني شرف وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون عن هذه النعمة هذه أكبر نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة ما تمسكت بها وسارت عليها كما قال صلى الله عليه وسلم إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعدي كتاب الله وسنتي أكبر نعمة يعيشها المسلمون إذا عرفوا قدرها وشكروا لله عز وجل هذه النعمة العظيمة شكروها بالقول وبالاعتقاد وبالفعل أما إذا كفروها زالت عنهم وعادوا لحالتهم الأولى ولكن الحمد لله أنهم لن يتفقوا على هذا فلا يكفر الناس كلهم أو يكفر المسلمون كلهم وإنما يبقى لدين الله من يقوم به لا تجال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى فالذي أنجل هذا القرآن تكفل بحفظه فلا تمتد إليه يد بالتغيير والتبديل والتحريف لأن الله حفظه قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهذا القرآن محفوظ بحفظ الله إلى أن ينتهي الأجل الذي أراده الله سبحانه وتعالى فيجب على هذه الأمة جماعات وأفرادا أن يشكروا هذه النعمة العظيمة وأن يتمسكوا بها وأن يعضوا عليها بالنواجد قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فمن الكفر بهذه النعمة أننا نترك التمسك بها ونحدث بدعاً في الدين بدعاً في الدين ما أنزل الله بها من سلطان وذلك بإيحاء من شياطين العنس والجن ودعاة الضلال فالواجب التنبؤ لهذا والشكر لهذه النعمة بالتمسك بها وتدارسها وتذكرها فإن الله سبحانه أخبرنا عن الأمم السابقة التي كفرت بنعم الله عليها ماذا حل به قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون اذكرهم بنعمته عليهم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين والأهم بإرسال الرسل وإنزال التوراة والإنجيل عليهم هذه النعمة عظيمة ألما كفروها وغيروا غير الله عليه إن الله إن الله لا يغير ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فإذا غير الناس النعم بكفرها وعدم شكرها غير الله عليهم وسلبهم هذه النعم ولهذا ولهذا أثنى الله على الشاكرين من عباده فأثنى على نوح عليه السلام أول الرسل فقال إنه كان ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً أثنى عليه بالشكر وكذا الله جل وعلا يثني على كل من شكر نعمته وقام بحقها وهود عليه السلام ذكر قومه بنعمة الله تقول الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ماذا قالوا قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين هذه طبيعة الأولين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن لك بمؤمنين فالله غير عليهم غير عليهم بأن دمر بلادهم وأرسل عليهم الريح الريح العقيم تنزع الناس من الأرض ترفعهم إلى السماء ثم تنكسهم على رؤوسهم تدق أعناقهم جزاء على كفرهم بهذه النعمة وأنهم كذبوا نبيهم هودا عليه السلام لما ذكرهم بنعمته سبحانه وتعالى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم أحسن مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقع لأن لهم أجسام كبيرة والله بس أعطاهم من الخلق بسطة لهم أجسام كبيرة لكن لما كفروا نعمة الله دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها صالح عليه السلام نكر قومه بنعمة الله قال أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين أنت مسحور أنت مسحور فأتي بآية يعني معجزة فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخلكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب قال تعالى فيهم فتلك بيوتهم خاوية لم تسكن من بعدهم إلا قليلا بيوتهم إلى الآن خاوية في الجبال منحوثة في الجبال ديار ثموت التي تسمى مدائن صالح عبرة أبقاها الله عبرة لمن يعتبر وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون كان أهل مكة إذا ذهبوا إلى الشام يمرون على هذه الديار ولا يرتعظون بها ويتذكرون ما حل بأهلها وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله ومن به على هذه الأمة الأمية المنبوذة في الأرض لما أرسل الله لهم هذا الرسول الكريم قال سبحانه قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الإله في قريش إله فيهم رحلة الشتاء والصيف يرحلون في الشتاء إلى اليمن للتجارة وفي الصيف يرحلون إلى الشام للتجارة هذا من نعمة الله عليه لم يشكر فليعبد رب هذا البيت هو الكعبة الكعبة من نعم الله على العرب لأنها بيت البيت الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو أكبر نعمة بعد القرآن فليعبد رب هذا البيت ما قال فليعبد هذا البيت لأن العبادة لله سبحانه وتعالى فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أطعمهم من جوع أغناهم من الفقر وآمنهم من خوف هذا أكبر النعم فالصحة في الأبدان والاستقرار في الأوطان هذا من أكبر النعم على المسلمين يجب شكرها هذا مكبر لما لم يقبل هذه النعمة قال الله جل وعلا فيهم وضرب الله مثلا قرية يعني أهل مكة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه جاءهم رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوه كفروا هذه النعمة أماذا حل بهم حل بهم أن الله أزالهم وفتح مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وزالت سلطة قريش على هذا البلد لأنهم كفروا نعمة الله عليهم وهذه سنة الله في خلقه فنحن إذا لم نشكر نعم الله علينا وكما ترون فإن الله بالمرصاد سبحانه وتعالى الذي حل بمن قبلنا لما كفروا بنعمة الله يحلوا بنا ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين فعلينا أن نخاف الله سبحانه وتعالى وتعالى الشكر يا عباد الله ليس هو باللسان فقط الشكر له أركان ثلاثة لا بد أن تتحقق جميعا فإذا فقد واحد منها لم يحصل الشكر الأركان الثلاثة الأول التحدث باللسان تحدث بنعمة الله باللسان وذكر النعمة لأجل القيام بشكرها قال الله جل وعلا لنبيه أما بنعمة ربك تحدث لما ذكر عدد نعمه عليه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث اذكر نعمة الله يا بني إسرائيل اذكر نعمتي التي أنعمت عليك فلا تضف النعمة إلى غير الله لا تضف ها إلى نفسك ولا إلى أحد بل الله هو المتفرد بهذه النعمة التي وصلت إليك فاشكرها أولا يتحدث بها بلسانك واذكرها بلسانك ولا تقل هذه من فلان وعلان بل قل هي من الله الركن الثاني الاعتراف بها باطنا في قلبك لأن هناك من يذكر النعمة ويحمد الله بلسانه لكنه لا يعترف أنها من الله بل يرى أنها بحوله وقوته وجهده وكده وعمله وحذقه كما قال قارون لما ذكره قومه قارون آتاه الله آتاه الله من الخزائن والأموال الشيء العظيم الشيء العظيم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة الجماعة ما يحملون المفاتيح مفاتيح الخزائن من كثرتها إذ قال له قومه لا تفرح يعني فرح الأشر والبطر تكبر إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ماذا كان جوابه المسكين قال إنما أوتيته على علم عندي ليس لله فضل في ذلك أنا حصلته بكدي وكسبي وخبرتي بالصنايع وخبرتي بالتجارة ما قال هذا من الله قال هذا أو أنا مستحق له عند الله ما هو فضل من الله أنا مستحق على الله هذا هذا حقي كما يقول كثير من الناس هذا حقوقنا وهذا حقنا ما يقول هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومن من الله يحمد الله على ذلك وينظر إلى من حوله من الفقراء والمساكين بل ينسب هذا إلى كده وكسبه وحياله وغير ذلك وظيفته خبرته شهاداته إلى غير ذلك لا هذا من الله عز وجل وإلا غيرك قد يكون غيرك أحذق منك وأعرف منك ولكن الله ابتلاك تحنك بهذا المال وهذه النعمة أشكر الله عليها الأمر الثالث وهو الركن الثالث من أركان الشكر صرفها في طاعة الله جل وعلا في طاعة المنعم لا تصرفها في المحرمات في الإسراف في التبذير في الأسفار إلى البلاد الكافرة للشهوات المحرمة تصرفها في طاعة الله عز وجل لا تصرفها في فتح المحلات المحلات التي تنتج الشرور تنتج المعازف والمزامير وتنتج الأغاني وتنتج الآثام والمحلات التي لا تنتج إلا الشر تفتح على الناس باب شر تنشر الشر بمصانعك ومحلاتك هذا من كفر النعم كفر العمل الله جل وعلا قال لنبيه سليمان لما علمه ما علمه وأعطاه من الملك ما أعطاه قال له اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يعني لما لما أعطى داود عليه السلام داود عليه السلام أعطاه الله أنه علمه صناعة الدروع ولقد آتينا داود مننا فضلا يا جبال وأوبي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وهي الدروع وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب أليم يعملون له ما يشاء يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فسمى العمل الصالح بالمال الصالح سماه شكرا لله عز وجل وهذا يدل على أن العمل السيء من المال فتح المحلات الفاسدة المنتجات الفاسدة الأسفار المحرمة المحرمة الشهوات المحرمة التي ينفق الأموال فيها هذا كفر كفر لنعمة الله سبحانه وتعالى ضرب الله لنا مثلا بقوم سبأ في اليمن لقد كان لقد كان لسبأ وهي قبيلة في اليمن لقد كان لسبأ آية جنتان عيمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور بلدة طيبة بلاد سبأ لأن فيها وادي كبير وقد عملوا له سدا يجمع السيول ثم يصرفونها على مزارعهم ومنتجاتهم فذكرهم الله بهذه النعم جنتين عن يمين الوادي وعن شمال الوادي تثمران الثمرات الكثيرة لقد كان لسبأ آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا أعرضوا عن شكر الله عز وجل وأمر الله كفروا نعمة الله وبطروا فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيلة العرم صلت الله على هذا السد جرذانا الجرذ الصغير هذا ينقب في هذا السد وهم لا يشعرون حتى خرقه فانهار السد وسالت المياه عليهم وعلى ديارهم ومزارعهم فأصبحت فأصبحت كأن لم تكن أرسلنا عليهم سيلة العرم بسبب انهيار السد الذي نمت عليه هذه المزارع وهذه تنوعت به هذه الثمار سلط الله عليهم جندا ضعيفا فنقبه ولا تحتقر كيد الضعيف لضعفه فكم أفسد الجرذان من سد ماربي لا تحتقر ولا تحتقر كيد الضعيف لضعفه فكم أفسد الجرذان من سد ماربي أرسلنا عليهم سيلة العرم انبثق عليهم هذا السد فأهلك زمزارعهم وديارهم ثم تفرقوا في البلاد صار يضرب بهم المثل في التفرق تفرقوا في الجزيرة العربية أحد راح للشام وأحد استوطن المدينة هو أحد راح للعراق بدل أن كانوا مجتمعين في سبأ مزقناهم جعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور فهذه عاقبة كفران النعمة وعدم شكرها أيضاً مما أنعم الله به عليهم أن الله أمن السبل بينهم وبين الشام وجعلها محفوفة هذه السبل بالثمار والمزارع يأكلون ولا يحملون معهم الزاد وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها وهي قرى الشام قرى ظاهرة سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين وكانوا لا يحملون الزاد لأنهم ينتقلون من قرية إلى قرية ويأكلون من البلد التي ينزلونها وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين ماذا قالوا في مقابلة ربنا بعد بين أسفار يقولون الله ملينا من هذه النعمة نريد بر ما فيه شيء بر قاحل ما نريد هذه النعمة وربنا بعد بين أسفار نا وقالوا ربنا بعد بين أسفار نا وظلموا أنفسهم والعياذ بالله وجعلنا بينهم وبين وبين القرى التي باركنا فيها وهي أرض الشام قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفار نا وظلموا أنفسهم ما ظلموا أنفسهم بكفر النعمة ولم يشكروا ها فجعلناهم أحاديث تحدث الناس عنهم وما أصابهم تعالناهما حاديث ومزقناهم كل ممزق فرقناهم في الأرض بدل أن كانوا مجتمعين على هذه النعمة فهذه عاقبة من كفر نعمة الله عز وجل ولم يشكرها من شكر النعمة احترام الطعام توقير الطعام وعدم الإسراف في الأطعمة ونبذها إذا أكل منها الشيء اليسير ينبذ الباقي في القمامات ينبذ الباقي في القمامات الموائد الكبيرة يوكل منها الشيء اليسير والباقي يلقى في القمامات هذا من كفر النعمة سأل الله العافية من كفر النعمة التي يخشى علينا من عقوبتها النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليأخذها وليمط ما عليها من الأذى وليأكلها اللقمها الواحدة وكيف بالأطعمة الكثيرة والموائد العظيمة التي تهرق وتنثر في القمامات ثم ليأكلها ورأى صلى الله عليه وسلم تمرة في الطريق فأخذها بيده الشريفة وقال لولا أني أخشى أن تكون من الزكاة لا أكلتها لكن رفعها من الطريق ما ترك ومنعه من أكلها أن تكون من الزكاة لأن الله حرم على محمد وآل محمد الزكاة هذا من تقدير النعمة وتوقير النعمة وعدم إهدارها فليكن ليكن لنا بذلك عبرة وعظة يا عباد الله ولنخشى أن يصيبنا ما أصاب من حولنا من التمزق والتفرق والفقر والفاقة وصعوبة العيش وصعوبة الحياة ونحن في أمن وأمان ورزق وافر ونعمة عظيمة ومعرفة للحق وعقيدة صحيحة هذه نعم عظيمة يجب علينا أن نشكرها أن نشكرها شكراً حقيقياً ليس شكراً باللسان فقط نشكرها باللسان نشكرها بالقلب نشكرها بالتصرف فيها أن نتصرف فيها تصرفاً حسناً ولا نبطر ولا نتكبر عن نعم الله عز وجل أستغفر الله وأتوب إليه ولا أحب أن أطيل عليكم أكثر من هذا ربما أنكم بحاجة إلى النوم والراحة ونكتفي بهذا وما قل ودل خير مما كثر وأمل صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمة السائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بها فضيلة الشيخ هذا سائل يسأل يقول نرغب من فضيلتكم توجيهاً حول أهمية العناية بكتاب الله جل وعلا تلاوةً ومدارسةً وحفظاً وعملاً هذا أمر واجب ولكن هذا له مضبط آخر عندما إن شاء الله يقام الحفل لحفظ القرآن سيكون الحديث في هذا الموضوع إن شاء الله نعم إن شاء الله فضيلة الشيخ هذا سؤال يقول فيه صاحبه من نعم الله جل وعلا علينا في مجتمعنا نعمة الوحدة والاجتماع ووجد من يشق الطاعة في هذا الباب وينزع طاعة ولي الأمر تأثراً ببعض الأفكار الواردة فهل من توجيه في هذا الباب عقيدة المسلمين من أصولها الجماعة لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر قال لما وعظهم صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذربت منها العيون قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسير اختلافاً كثيراً فعند الافتراق والاختلاف نلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار قال عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة قيد شبر وقد خلع ربقة الإسلام من عنقه يعني أنه شذ عن الجماعة وفارق الجماعة وعرَّض نفسه للخطر والهلاك فلابد من لزوم الجماعة ولابد من السمع والطاعة لولي الأمر ولابد من الصبر ولو حصل علينا ما حصل لأن الصبر على المشقة خير من التفرق وشق عصى الطاعة وتفريق الجماعة ولما أخبر صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان بالفتن التي ستحصل في آخر الزمان قال ما تأمرني إن أدركني ذلك قال قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامه قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت عضَّ على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك فلزوم الجماعة فلزوم الجماعة هو النجات فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرَّقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فهذه هي النعمة التي تحدثنا عنها قريبا من النعمة الاجتماع بين المسلمين والسوى أن يكون هناك من يرعى أمورهم وينظم شؤونهم ويحمي أمنهم واستقرارا هذا من أكبر النعم الحمد لله جزاك الله خيرا شيخنا وهذا سائل يقول كيف يحافظ المسلم على صفاء القلوب مع إخوانه وأصدقائه ويتغلب على حضوضه الشخصية وبالخصوص مع محاولاته الشيطان في النزغ بينهم نعم يتمسك بدينه يتمسك بالدين كله خير يعمر بالخير يتمسك بدينه ولا يلتفت إلى من يريد أن يفلت يده من الدين أو يزين له المخالفات أو يزين له التفرق لا يلتفت إلى هذا لأن هذا من المفسدين في الأرض والله حذرنا من دعاة الظلال ألينا أن الله جل وعلا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق وحبل الله هو القرآن والإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم كميعا ما هو واحد ولا اثنين كميعا كميع الأمة نعم أحسن الله إليكم شيخنا وهذه السائلة تقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ما نصيحتكم وتوجيهكم لبعض الأخوات الداعيات هداهن الله يكثرنا الحديث بوسائل التواصل الحديثة مع الرجال بحجة من باب الدعوة إلى الله ويكثرنا النقاش والجدال من غير فائدة مرجوة إذا كان في صوت المرأة فتنة فإنها لا ترفع صوتها لا ترفع صوتها تخاطب الرجل عند الحاجة بقدر الحالي ولا تتبسط معه الكلام قال سبحانه وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم وقلن في بيوتكم ولا تبرجن ولا تخضعن بالقول تخضعن بالقول هذا نحل الشائد فيطمع الذي في قلبه مرب وقلن قولا معروفا فالمرأة تكلم الرجل بقدر الحاجة ولا تتبسط معه في الكلام أو تضاحكه أو ما أشبه ذلك لأن لا يطمع بها نحن أحسن الله إليكم شيخنا وهذا سؤال حول الوسطية والاعتدال وأهم الأسباب المعينة على تحقيق الوسطية والاعتدال التي أرادها الله جل وعلا لهذه الأمة أعظم الأسباب هو التعلم تعلم كتاب الله بسنة رسوله ودراسة العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماع هذا ما يخصل إلا بالتعلم تعلم العقيدة الصحيح التي بيّنت هذه الأمور ووضحتها فلا بد من التعلم ولا بد من دراسة العقيدة الصحيحة التي نعرف بها هذه الأمور أما بدون تعلم أو تعلم على غير العلماء فهذا لا يفيد شيئا بل ربما يضر أكثر مما ينفعي جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم السائل يقول ما هو دور طالب العلم في نشر الأخلاق الكريمة في المجتمع وتحقيق المحبة بين أفراده وكيف يمتثل قول الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم علي أن يعمل بكتاب الله وصنة رسول الله ويقول قد وتنحسن لغيره فلا يأمر الناس وينسى نفسه فأمرون الناس بالبر فانسونا أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا يعني بغضا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فعلى طالب العلم أن يكون قدوة حسنة في نفسه قبل أن يدعو الناس يمتثل هو والذي يمتثل في نفسه فإنه يكون داعيا إلى الله ولو لم يتكلف إذا نظروا إليه ونظروا إلى عمله فإنه يكون داعيا إلى الله بفعله قبل قوله نعم بارك الله فيكم هذا سؤال يقول صاحبه تأملت في آيات الله عز وجل فرأيت جميع الأنبياء دعوتهم واحدة التوحيد إلا أنه أشكل علي في قصة لوط عليه الصلاة والسلام إذ يبدأها الله جل وعلا بذكر فعلهم بذكر الفاحشة ولم يذكر التوحيد في هذه القصة أرجو إزالة هذا الإشكال لأنك لم تقرأ الآيات التي هي قصة لوط عليه الصلاة أليس من الآيات كذبت قوم لوط المرسلين أليس كذلك كذبت قوم لوط المرسلين هذا هو التكذيب بالعقيدة تكذيب المرسلين تكذيب بالعقيدة مع إتيانهم للفاحشة فهم كذبوا المرسلين وأتوا الفاحشة نعم بارك الله فيكم هذا الساهل يقول والدي العزيز زوجتي تعاني من مرض المس منذ أكثر من سنة فهل من نصيحة توجهها لها وكذلك له النصيحة الرفياء الشرعية من القرآن والسنة والأدعية الشرعية والدعاء الكثير من الدعاء والله قريب مجيب سبحانه وتعالى ولا تيأس أنت ولا زوجتك من الشفاء بإذن الله نعم